موسيقى في اكبر هجوم منذ بدء حرب غزة الجيش الاسرائيلي يضرب عشرات الاهداف التابعة لحزب الله جنوبية لبنان مستهدفاً فاقه موسيقى الجيش الاسرائيلي ينشر لوائين جديدين بعد سلسلة تدريبات على الجبهتين الشمالية والجنوبية لقطاع غزة موسيقى يدي عود احرانوت تتوقع استقالة وشيكة لقائدي الشباك والجيش الاسرائيلي موسيقى مستشار الامن القوم العراقي يؤكد على طرد القوات الامريكية من العراق في لقاء مع رئيس المجلس القوم الاعلى الايراني موسيقى تحيات طيبات السلام عليكم ورحمة الله اشتعلت الجبهة بين اسرائيل وجنوب لبنان في اعنف هجوب اسرائيلي على مواقع حزب الله منذ بدء حرب غزة حيث اعلن الجيش الاسرائيلي قصف العشرات من الاهداف اضافة لمجمعات عسكرية وبنية تحتية لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان وقال مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي ان الغارات الاسرائيلية على عدة مناطق في جنوب لبنان كانت مبرمجة مسبقا وليست ردا على التصعيد الاخير متوقعا ان المواجهة بين اسرائيل وحزب الله ستستمر على هذه الشاكلة دون كسر لقواعد الاشتباك وقد اوضح مراسل الحدث ان جزءا من الغارات الاسرائيلية ركز على منطقتين رامية وعيت الشعب حيث استهدفت انفاقا تحت الارض تابعة لحزب الله واشار الى ان اسرائيل قد استخدمت في هذا القصف ذخائر ثقيلة وهذا ما يفسر سماع الانفجارات على بعد مسافات بعيدة اذا حول هذا التصعيد بين اسرائيل وجنوب لبنان ينضم الي في الستوديو الزميل احمد باقاتو اهلا ومرحبا بك احمد اذا حالة من التصعيد ولا ربما الضربة الاخيرة قبل خلال الساعة الماضية كانت مثارا للجدل بسبب عدد الاستهدافات التي حصلت عدد الغارات وحجم البقعة التي تم استهدافها نعم احمد بالفعل استهداف واستهداف متبادل بين كلا الطرفين ربما نوضحه في المعلومات التي سنقولها بعد لحظات تطور لافت حدث اليوم بعيد استهداف قوي ومستمر لبلدات حدودية على الجنوب اللبناني هذه المنطقة الحدودية ما بين لبنان وما بين اسرائيل حيث تم استهداف او استهدفت اسرائيل خمسة عشر موقعا لحزب الله اللبناني بأربعة عشر غارة جوية الهجمات التي شنها الجيش الاسرائيلي استهدفت مواقع تحديدا في بين منطقتين عيت الشعب ورامية هذه المواقع تم استهدفها بالعديد من الغارات الجوية وكذلك الصواريخ التي اطلقها الجيش الاسرائيلي مستهدفا هذه المنطقة مصادر الحدث قالت ان سلسلة الغارات هذه الاسرائيلية استهدفت تدمير انفاق لحزب الله في بلدتين رامية وعيت الشعب الوقع في جنوب ببنان ويستخدمها بالطبع حزب الله في الوصول الى الشمال اسرائيل والى الداخل الاسرائيلي كما نرى الجيش الاسرائيلي شن حزاما ناريا في هذه المنطقة مستهدفا أيضا بنا تحتية لتدمير الكثير من المواقع التابعة لحزب الله في هذه المنطقة الواقعة في جنوب لبنان بالطبع بالطواريخ وأيضا بالطائرات التي إلى قبل قليل كانت مستمرة في استداف العديد من المناطق هذه الضربات الاسرائيلية كانت مستمرة خلال الفترة الماضية لكنها لم تكن بذات القوة والكثافة الذي حدث اليوم هذه الهجمات أيضا التي جنها الجيش الاسرائيلي اليوم جاءت بعد تنفيذ حزب الله ثلاث هجمات سابقة ردا على استهداف الطيران الاسرائيلي مبنى في بلدة حنين ما أدى إلى مقتل سيدة وطفلة وجرح آخرين حزب الله كان قد استهدف أو أعلن استهداف مبنى هذا المبنى يقع في منطقة أفيفيم تم استهدافه من قبل الحزب الله اللبناني وأعلن حزب الله أن الضربة أوقعت العديد من الجنود ما بين قتل وجريح أيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية ذاتها قالت أن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان استهدفت تجمع في أفيفيم شمالي إسرائيل وتسبب في أضرار بمنازل واندلاء حريق في وقت سابق أيضا من الأربعاء أعلن الحزب استهداف مستوطنة شميرة بالكثير من الصواريخ هذه المستوطنة الواقعة أيضا في شمال إسرائيل تم استهدافها من قبل حزب الله بالعشرات من صواريخ الكتيوشة أيضا حزب الله اللبناني نفد هجوم النبي المسيرات في شمال حيفة في مدينة عكة هذا الهجوم أيضا أسفر على عديد من الجرحى وأيضا استهدف مقر قيادة جولاني وبالرغم من أن هذه المنطقة التي تم استهدافها هي منطقة حدودية إلا أن الهجوم بهذه الكثافة بالطيران والصواريخ كان أمرا لافتا بصورة كبيرة قبل قليل أعلنت أو دوت صافرات الإنذار في منطقة أو مستوطاة كرياتشمونة بعد اختراق المسيرات بالأجواء وأيضا سقط صاروخ في مستوطنة زرعيت صاروخ سقط في هذه المستوطنة قادما من الجنوب اللبناني وأطلق حزب الله أيضا دفعة ورشقة من الصواريخ استهدفت الجليل الأعلى في شمال إسرائيل هذه الضربات المتبادلة ما بين كلا الطرفين يبدو أنها ستستمر خلال الساعات والأيام القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر معي مباشرة من جنوب لبنان مراسلة الحدث ناهد يوسف أهلا ومرحبا بك من جديد ناهد إذن كنا نتابع منذ قرابة الساعتين كل التداعيات التي ترتبت على هذه الضربة العنيفة الإسرائيلية على منطقة جنوب لبنان ما الذي نتج خلال الفترة الماضية خلال الساعة الماضية إذا سمحت ناهد أحمد حتى الساعة لم يقم حزب الله بأي رد على هذه العملية أو هذا الحزام الناري الذي نفذه الجيش الإسرائيلي بين بلدتين عيت الشعب وراميا ولكنه مستمر في عمليات الرد على مقتل المدنيتين في الغارة التي استهدفت بلدة حنين ليل أمس والتي تحدث عنها الزميل أحمد باجاتو كان سابقا فبعد أن كان شن عمليات أو استهدف شوميرا ومستعمرة مارجليوت بصواريخ الكاتيوشا وبعد أيضا استهدف مستعمرة أفيفين تحديدا مبنى فيه تجمع لعدد من الجنود الإسرائيليين قام منذ بعض الوقت أيضا أو أعلن عن استهداف مستعمرة نطوعة حيث كان فيها أيضا يتجمع عدد من الجنود الإسرائيليين هذه العمليات الأربعة قال حزب الله بأنها تأتي في إطار الرد على استهداف المدنيين في منطقة حنين ليل أمس ولكن الرد على هذا الاستهداف وإن كان هناك من رد سيكون على هذا الحزام الناري في عيد الشعب وراميا لم يحصل حتى الساعة حزب الله مستمر في إطلاق الصواريخ باتجاه المستعمرات أو المواقع الإسرائيلية المتواجدة على الشريط الحدودية التي عادة ما يقوم باستهدافها في إطار المواجهات مع إسرائيل بالنسبة لإسرائيل كانت أغارت منذ بعض الوقت على بلدة تعلم الشعب ولكن هذه الغارة لم تسفر عن سقوط أي إصابات وأيضا كانت هناك بعد منتصف هذه الليلة أو فجر هذا اليوم غارة على طير حرفة وأخرى على منطقة رب 30 ولم تسفر أيضا عن سقوط أي إصابات المشهد الأبرز اليوم كانت هذه الغارات على بلدتين عيد الشعب وراميا 14 غارة تحديدا أما بالنسبة لحزب الله فالعمليات الأبرز هي التي أتت في إطار الرد على حنين وهي المستعمرات التي كنا تحدثنا عنها غير ذلك هناك طبعا ترقب لمعرفة إن كان هذا التصعيد سيتواصل إن كان من جانب إسرائيل أو حزب الله وإن كانت تكون هناك أيضا ردود على هذه العمليات خصوصا وأن المشهد خلال الأسبوعين الأخيرين بات أو لم يعد كما كان متعارف عليه عمليات على الشريط الحدودي فقط من قبل حزب الله وإسرائيل بل باتت عمليات ردود اغتيالات من قبل إسرائيل وردود من قبل حزب الله على أماكن أبعد في الداخل الإسرائيلي شكرا جزيلا إذن من جنوب لبنان مراسلة الحدث ناهد يوسف يعطيك العافية ناهد أعلن الجيش الإسرائيلي عن تجنيد لواء احتياط لمتابعة مهمة الدفاع والهجوم في قطاع غزة تحت قيادة الفرقة التاسعة والتسعين نشر الجيش الإسرائيلي فيديو قال إنه لتدريبات خضى علىها الجنود الذين شاركوا في عمليات على الجبهة الشمالية تحاكي سيناريوهات عسكرية مختلفة كما ورد في بيان رسمي ترجمة نانسي قنقر تتواصل الاستعدادات لشن هجوم رفح البري حيث ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلية يستعد لاجتياح مدينة رفح جنوبية قطاع غزة في وقت قريب جدا ناقلة عن مصدرين عسكريين لم تسميهما أن خطة الاجتياح تشمل نقل أكثر من مليون فلسطيني من رفح إلى جنوب القطاع ووسطه هيئة البث رجحت أن تستمر عملية الإخلاء تلك من أربعة إلى خمسة أسابيع وأفادت بأن الحملة العسكرية ستنفذ على مراحل مع تقسيم المنطقة إلى أقضية وبلوكات وبالتزامن مع الحديث عن الخطة أشار تحليل صور التقطها قمر صناعي للبدء بإنشاء مخيم أو مجمع خيم جديد قرب مدينة خان يونس إلا أن النطقة باسم الجيش الإسرائيلي نفى وجود أي علاقة للجيش بهذا الأمر توقعت صحيفة يديعوت أحرانوت أن يلحق كل من رئيس هيئة الأركان العامة هرتسي هاليفي ورئيس الشباك رونين بار برئيس شعبة الاستخبارات العسكرية المستقيل أهرون حليفة وقالت إن استقالتيه ما تقتربان أوضحت الصحيفة أن استقالة حليفة لم تدخل حيز التنفيذ بعض وذلك انتظارا لاختيار من سيخلفه مضيفة أن هناك مشكلة أساسية بشأن اختيار الشخصيات التي سوف تخلف قادة الجيش ورئاسة الأركان العامة والشباك إذ أن القادة الجددة كانوا في مناصب ينسب إليها الإخفاق أيضا ويعدون جزءا من الفشل وفي الأشهر القليلة الماضية لم تتوقف التقارير عن قرب استقالة قادة المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية الذين يتحملون مسؤولية الفشل في صد هجوم حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة أظهرت صور أقمار صناعية توسيع مخيمات النازحين بالقرب من خان يونس ورفح في قطاع غزة اشتركوا في القناة أعلنت وزارتان خارجية والتنمية الألمانيتان في بيان مشترك اليوم أن برلين تعتزم استئناف التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في غزة وفي جانب آخر أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أن واشنطن ترغب برؤية تقدم فعليا داخل الوكالة قبل أن تقرر استئناف تمويلها معي مباشرة من رفح جنوب قطاع غزة مراسل الحدث أحمد حرب أحمد آخر أخبار الميدانية المتعلقة باستدعاء أو بإدراج لوائين في الجيش الإسرائيلي وتحديدا في الفرقة التاسعة والتسعيد المسؤولة عن الممر الأوسط في القطاع نعم أحمد يعني سدعاء هذين لوائين من جنود الاحتياط والفرقة تسعة وتسعين هذا يدلل لأن الجيش الإسرائيلي هو ماضي في العمليات العسكرية في مناطق متفرقة من تسعة غزة ولكن الأبرز في هذه العمليات ربما تكون رفح خلال السبيع القادمة سوف يكون هناك تحرق من الجيش الإسرائيلي نحو هذا المدينة أو المخيم في جنوب القطاع وبالتالي سوف تكون هناك تحشدات وحشود للقوات الإسرائيلية على الحدود مع مخيم رفح في المناطح الشرقية وهذه العملية ربما تستمر لست أسابيع حسب تقديرات الجيش الإسرائيلي المرحلة ستكون عملية إجلاء لأكثر من مليون وثلاثم ألف نازح وتبقى رفح الأطليين إلى مناطق وسط القطاع وأيضا مدينة خانيونس في الغرب ما الذي تقوم به إسرائيل لو سمحت لي هنا أحمد يعني أتداخل معك لأنه يعني التقارير أو التصريحات فيها شيء من التباين وحتى جزء من النفي من الجانب الإسرائيلي موضوع وجود مخيم جديد سوف يستقبل هؤلاء النازحين في مناطق الجنوب أحمد حتى نحسن هذا الأمر الجيش الإسرائيلي لم يقم بإنشاء أي من المخيمات ولم يدعو أي من المنظمات السورية بإنشاء هذه المخيمات بعض المنظمات المحلية والدولية كالصليب الأحمر رأت أن هناك تكدس في بعض الأماكن في رفح وخاصة في متشفى غزة الأوروبي في شرق رفح رأت أن هناك تكدس كبير في هذه المناطق لذلك ارتهت أن تقوم ألاف الخيام في منطقة المواسي غرب خان يونس من أجل القيام بدعوة هؤلاء النازحين المتواجدين في هذه المناطق إلى منطقة خان يونس غرب إلى منطقة المواسي غرب خان يونس حتى يكون هناك متسع لتقديم الرعاية الطبية ويكون هناك تحرك أفضل للأطباء داخل متشفى غزة الأوروبي لكن عمليا المخيمات التي تنشع الآن ويتم بناءها هي من أجل زيادة أعداد النازحين في هذه المناطق من أجل أن لا يكون هناك تكدس وإزدحان في مدينة رفح أيضا أسأل لأنه ما زالت نتائج انتشال الجثث في مجمع ناصر الطبي بخان يونس هل مازالت متواصلة حتى هذه اللحظة؟ وإذا كانت عندك معلومة أحمد ألا توجد أي تعليقات إسرائيلية على ذلك؟ لا يوجد أي تعليقات ربما في الساعة الأخيرة صدرت تعليق من الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قال بأن الجيش الإسرائيلي لم يقم بأي إعدامات أو إقامة مقبرة جمعية في مجمع ناصر الطبي بعكس ذلك الأهالي وأيضا الطواقم دفاع المدني تقول بأن من قام بدفن أكثر من 700 شخص في هذه المقبرة هو الجيش الإسرائيلي وهذا واضح لأنه كانت هناك عملية عسكرية قبل أشهر في مجمع ناصر الطبي والجيش الإسرائيلي قام بقتل كثير من النازخين والطواقم الطبية داخل المجمع حتى اللحظة تم انتشال أكثر من 324 شخص هناك 31 شخص مجهول الهوية 30 شخص تم التعرف عليهم من أسرهم وأفراد عائلاتهم في مجمع ناصر الطبي وفي مدينة خهنونس وما زالت عملية الانتشال متواصلة الدفاع المدني يقول بأنه ربما يصل العدد إلى 300 وتم انتشال أحمد أكثر من 30 جثة من مناطق متفرقة من مدينة خهنونس من تحت أنفاض المنازل التي دمرها الجيش الإسرائيلي إذن من رفح جنوب قطاع غزة مراسل وحدث أحمد حرب يعطيك العافية اشتركوا في القناة رفح ليست إشارة التي ستقسم ظهر البعير بل دخولها سيحدث دمار وجوعا ومزيدا من الضحايا والإدانات الدولية دون الوصول لنتائج حقيقية تذكر هذا ما استنتجته صحيفة نيويورك تايمز من وقع الطبول التي تقرع على تخوم هذه المدينة الصغيرة بعكس ما يتوقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو سنخسر الحرب إن لم نقم بعملية عسكرية في رفح هدفنا هو رفح لكي ننتصر في المعركة تقرير نيويورك تايمز يرسوم صورة قاتمة لما أنجزته إسرائيل طوال المئة يوم الماضية من حربها على غزة وإلى النتائج والأدف التي يمكن تحقيقها فحتى الآن لم تجني إسرائيل سوى تكليفة باهظة وإدانة دولية ربما نجحت في تفكيك البنية التنظيمية لقوة حماس العسكرية لكن الحركة ما زالت تمتلك عدداً كبيراً من المقاتلين خمسة آلاف منهم في شمال القطاع وحده على الرغم من الضرر الذي قد تلحقه إسرائيل بحماس فإنها لا تزال تتمتع بالقدرة والمرونة والتمويل وطابور طويل من المقاتلين ناهيك عن أنه بعد كل قتال ينتظر الناس للتسجيل والانضمام لحركة حماس يخلص التقرير إلى أن القضاء على حماس وإخراج الرهائن قد يستغرق سنوات وأن مصير غزة بعد دخول آخر نقطة فيها تساؤل لم يجب عليه أحد أعلن السيناتر الأمريكي المستقل بيرني ساندرز أنه صوت برفض حزمة المساعدات الأمريكية الخارجية للدول بما في ذلك إسرائيل وقال السيناتر في منشور على تويتر أنه قد صوت برفض حزمة المساعدات الخارجية لأنه لا ينبغي لدافع الضرائب الأمريكيين أن يمنح مليارات الدولارات الإضافية لحكومة بنيمين نتنياهو لمواصلة حربها المدمرة ضد الشعب الفلسطيني وقد وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية تسعة وسبعين صوتا على حزمة من أربعة مشاريع قوانين تشمل مساعدات بالمليارات لأوكرانيا وإسرائيل وقالت جو بايدن الرئيس الأمريكي أنه سوف يوقع على الحزمة اليوم لتصبح قانونا يبعث برسالة للعالم حول قوة القيادة الأمريكية على حد تعبيره ومشيدا بالاستجابة التي وصفها بالتاريخية للكونغرس وقد شكر وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس مجلس الشيوخ الأمريكي على إقراره مساعدات عسكرية بقيمة 13 مليار دولار معتبرا أن ذلك يوجه رسالة قوية إلى أعداء إسرائيل على حد قوله معي مباشرة من بيروت راغدة درغام المتخصصة في الشؤون الأمريكية أهلا ومرحبا بحضرتك أستاذة راغدة على شاشة الحدث الآن اليوم بعد إقرار 13 مليار دولار كمساعدات للإسرائيليين لم يحصل الأمريكيون بعد وذلك بحسب تصريحاتهم هم في واشنطن وفي البيت الأبيض وحتى على لسان الخارجية الأمريكية على أي الضمانات من الجانب الإسرائيلي بعدم تكرار ما حصل من قتل للأطفال والنساء والضحايا باعتراف وزير الدفاع الأمريكي سابقا لويد أوستن كيف بررت أو تبرر واشنطن هذا الدعم للإسرائيليين الآن؟ كلامك صحيح لم تكن هناك ضمانات فعلا حسب معلوماتي لم يسعى أعضاء الكونغرس ومجلس النواب لأن يحصلوا على ضمانات من إسرائيل إنها مسألة العلاقة الاستراتيجية التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل وبالتالي هذه المعادلة غلبت على الاحتجاج احتجاج من أمثال بيرني ساندرز الذين احتجوا ولم يصوتوا لصالح الرزمة أو الحزمة لأن ذلك ضد مبادئه الشخصية كسياسي كعضو في الساحة الأمريكية السياسية أما الأكثرية أذكرك بأنها صوتت في مجلس الشيوخ لصالح الحزمة لإسرائيل بأكثر من 360 صوتا بقابل حوالي أظن 58 366 مقابل 58 صوت فإذن هذه العلاقة الاستراتيجية والولاء لإسرائيل لدى الأمريكيين هو الذي غلب على الاعتبارات التي يقول الأمريكيون أنها إنسانية ويريدون من نتانياهو أن يكون أكثر إنسانية في اندفاعه للقضاء على حماس في غسة طب أستاذ الراغدة وبصفتك متخصصة بالشؤون الأمريكية هل الانتخابات الأمريكية هذا الهاجس هو الذي يفسر أو يبرر كل التحولات الأمريكية أو كل التصرفات الأمريكية سواء باستمرار تجميد تمويل الأنروة باستمرار إيصال المساعدات وإقرارها للجانب الإسرائيلي وبالمليارات حتى تصريحات المتحدثين باسم الخارجية الأمريكية يعني ماثيو ميلر أو فيدنت باتل دائما هم يتحدثون بصيغة أنهم لا يعلموا شيء عن أي التقارير متعلقة مثلا بانتهاكات في غزة بما فيها المقابر الجماعية الأخيرة بخان يونس دعنا نفصل بين أمرين الأمر الذي له علاقة بهذه الحزمة الكبيرة التي ذهبت بمليارات الدولارات إلى كل من أوكرانيا وإسرائيل وأيضا تايوان وهي حزمة تدخل في الاعتبارات الاستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة الأمريكية بمعنى أنها أغضبت الصين بسبب تايوان أغضبت روسيا بسبب أوكرانيا الدعم لأوكرانيا والرسالة كانت واضحة كما عبر عنها تشاك شومر في الواقع عندما قال أنها رسالة إلى العالم أجمع مفادها لن ندير ظهرنا يعني هذه لن ندير ظهرنا لكم إعادة تأكيد الولاء الأمريكي للأصدقاء والحلفاء والرئيس الأمريكي تبرها نداء للتاريخ أو استجابة لنداء التاريخ إذن هذا من ناحية من ناحية أخرى إدارة بايدان تولى الوقت تحدث عن الاعتبارات الإنسانية وتحتج هي وكثير من الديمقراطيين على ما يقوم به بنيامن ناتانياه وحكومته في هذه الحرب الإبادية للشعب الفلسطيني لكنهم يوافقون على أن على إسرائيل أو من حق إسرائيل حسب ما يعتقدون أن تسحق حماس كمنظمة تعتقد هذه الإدارة بايدان والولايات المتحدة أنها منظمة إرهابية وبالتالي هناك اختلاف وخلاف في موضوع فقط المدنيين وليس حول كيف تصرفت واشنطن نحو حماس أستاذة راغدة كيف تتصرف واشنطن تجاه هذه التصريحات هذه التصريحات تصدر على الأنسلة وعلى لسان المتحدثين بيت الأبيض والخارجية الأمريكية وتقول أنه ضد وجود أي انتهاكات بحق الإنسان لكن على الأرض ما الذي يتجسد أمريكيا لهذا الصالح حقا الولايات المتحدة تحاول أن لا تتسع رقعة الحرب بين إسرائيل وإيران من جهة تحاول أن تضبط أو تلجم كل من إسرائيل وإيران في الساحة اللبنانية تحاول أن تضغط على بقدر مقارنة مع المعونات العسكرية بقدر بسيط على نتنياهو وحكومته وكي لا يستبر في تجاوزاته ضد القوانين الإنسانية يعني أنه يرتكب جرائم إنسانية يحاولون أن يتخذون موقفا أخلاقيا في هذا الموضوع وإنما يا زميلي عندما يتعلق الأمر في موضوع حاجة إسرائيل كما يقولون للدفاع عن نفس حسب تعبيرهم ومفهومهم إنهم يقفون 100% مع إسرائيل بالمناسبة يعني تصليح كان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مؤخرا رفض المقارنة بين أوكرانيا وغزة وقال يعني أن هناك فارق بين المواطنين الأوكرانيين هناك الذين ليسوا يجب أن لا يكونوا أهدافا مشروعة للروس سريعا وبدقيقة سادة راغدة مشهد الاحتجاج اليوم في الوقت المتحدة الأمريكية إلى أي مدى يمكن أن يضغط على الإدارة الأمريكية إذا كان بالفعل هذا المشهد يمكن أن يكبر ويعلو ويتصاعد تقصد الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية؟ في الجامعات الأمريكية طبعا هذا ما تقصده؟ نعم أنا أعتقد أنها طبعا مواقف مهمة مع الشعب الفلسطيني ضرورية ولكن أنا أنصح القيادات الفلسطينية والشعب الفلسطيني أن لا يضع كل البيض في سلة المظاهرات في الجامعات لأنها ستكون عابرة في المشهد الأكبر للحقوق الفلسطينية وأنا دائما أحتج على توقف عند مفاصل يعني أنا أستطيع أن أقول أنها لن تكون دائما ستزول الأهم للفلسطينيين هو التركيز على الصورة الأكبر وهي إنقاذ هذا الشعب مما يحدث له منذ 7 أكتوبر وللأسف بتفاهمات إقليمية تشمل الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل ومن يدفع الثمن في الدرجة الأولى بالدرجة الأولى هو الشعب غزة للأسف بمناسبة المشهد الموازي الأمريكي كان لكل ما جرى كان متعلقا برفض العضوية الكاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة شكرا جزيلا من بيروت راغدة درغام المتخصصة بشؤون الأمريكية يعطيك العافية تظاهر عشرات الطلبة والأساتذة المؤيدين للفلسطينيين في جامعة سيدني في أستراليا تنديدا بالحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة وقد نصب المتظاهرون خياما في الشامعة سارعوا عبر الحرم الجامعي حاملين لافتات وأعلام فلسطينية ومرددين هتفات مؤيدة للفلسطينيين اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى في القدس بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية في ثاني أيام عيد الفصح اليهودي الذي يستمر أسبوع وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن عدد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى بحماية إسرائيلية قد ارتفع إلى أربعمائة وعشرين مستوطنا ولفتت إلى أن الشرطة الإسرائيلية تقوم بالتضييق على المصلين رصدت كاميرا الحدث أوضاع الميدانية والمعيشية في منطقة الحطبية في بيت لاهية التي تشهد قصفا متكررا منذ عدة أيام وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنها منطقة عمليات نتابع المزيد في هذا التقرير أتواجد هنا في منطقة الحطبية في أقصى شمال منطقة بيت لاهية هذه المنطقة التي شهدت على مدار يومين استهدافات مكثفة بالقذائف المدفعية والصواريخ الحربية هذا الأمر اضطر من خلاله المواطنون إلى النزوح إلى مناطق أكثر أمنا في حال وجده حيث توجهوا إلى مراكز الإيواء في مناطق معسكر جباليا وكذلك إلى منازل أقاربهم وما تبقى منها في المناطق القريبة من بيت لاهية الآن يحاول المواطنون بعد نزوحهم بالأمس العودة إلى ما تبقى من منازلهم والبحث عن بعض أغراضهم والحصول عليها والانتقال إلى مراكز الإيواء بحثا عن بعض الأمن هذا المربع السكني بالأمس تم استهدافه بالصواريخ الحربية وكذلك بالقذائف المدفعية بدون سابق إنذار أو تحذير عشرات من الإصابات كانت في هذا المكان تم انتشالها بالأمس وما زال عدد آخر تحت الأنقاض ولم تستطع طواقم الدفاع المدني الوصول إلى هذه المنطقة وانتشالهم بسبب القصف المستمر في منطقة بيت لاهية والتحذيرات التي وصلت من الجيش الإسرائيلي بأن هذه المنطقة هي منطقة عمليات سيتم فيها القصف والاقتحام والاجتياح مرة أخرى بعد المرة الأولى التي اجتاحت فيها مناطق بيت لاهية وكذلك المناطق الشرقية من بيت حنون ومناطق الغربية في منطقة الكرامة والمخابرات العشرة واشي بدوا يخطوا قدايا فجأة وإنه بخطوا هواية في الجامع جامع الصدقين هو مش هواية يعني زنزال عملت في المنطقة وشهده وطفال بتلعب في الشارع اللي وجهه بسيل دم وبجري واللي دنيا بطفح عند دم واللي شايلين ومش عارفين ويني ودو قدايف من كل فجوميت من ولا حاجة لا تحذير ولا في السيسي يعني فحارفنا في السيسي هذه المنطقة حالها كحال الكثير من المناطق في مدينة بيت لاهية والتي تم استهدافها بالصواريخ الحربية والقذائف المدفعية أوامر عملياتية إسرائيلية لم يفهم مغزاها بهذا الاستهداف المتكرر لهذه المناطق والتي تم اجتياحها مسبقا عبدالقادر صباح من مدينة بيت لاهية لقناتي العربية والحدث في إعلان علاني نادر قالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية إن وفدا من بيونغانغ برئاسة وزير التجارة الدولية يزور إيران حاليا قالت وكارة الأنباء المركزية الكوريا الشمالية إن الوفدة برئاسة وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية يونجونغ هو قد توجه إلى إيران الاثنين الماضي في زيارة تثير مخاوف بشأن التعاون بين البلدين وتأتي الزيارة بعدما عززت بيونغانغ علاقاتها العسكرية مع موسكو في الأشهر الأخيرة وفق محللين فقد نقلت عنهم وكالة فرانس بريس بأن الرحلة تشير إلى نية بيونغانغ توسيع وتعميق علاقاتها مع طهران وربما من خلال تزويدها بالأسلحة التي قد تكون ضرورية في مواجهتها لإسرائيل عقوبات أمريكية جديدة على شركتين إيرانيتين وأربعة أفراد مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني بسبب تنفيذ هجمات سبرانية استمرت لسنوات وقد استهدفت أكثر من عشر شركات وكيانات حكومية أمريكية العقوبات شملت شركتي مهرسام أنديشا سازنيك ودادي أفزار أرمان وذلك بتهمة توظيف أفراد ولعبهما دور الواجهة الزائفة للقيادة السبرانية للحرس الثوري الإيراني في حين يواجه المتهمون الأفراد وهم حسين هاروني ورضا كاظمي ثر وعلي رضا نسب وكميل سلماني وهم طلقاء حتى الآن بحسب الادعاء الأمريكي تهما بالتآمر للاحتيال عبر الإنترنت والتآمر لارتكاب عمليات اختراق لأجهزة كمبيوتر وإتلاف جهاز كمبيوتر تحت الحماية وقد اعتبر الادعاء الأمريكي أن الشركتين قد استهدفتا مقاولي الدفاع القادرين على الوصول إلى معلومات سرية وأهداف أخرى تمثلت بشركة محاسبة وشركة ضيافة ومقرهما نيويورك وقد أكد الادعاء كذلك أن المهاجمين قد أصابوا أجهزة كمبيوتر ببرامج خبيثة باستخدام التصيد الاحتيالي الموجه الذي يتضمن خداع متلقي رسائل عبر البريد الإلكتروني ودفعه على فتح روابط خبيثة وبانتحال شخصية نساء لكسب ثقة الناس إلى ذلك كانت النتيجة إذن اختراق أكثر من 200 ألف حساب موظف في شركة المحاسبة وأكثر من ألفي حساب في شركة الضيافة في الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2021 الأمر الذي دفع بوزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند اعتبار النشاط الإجرامي الذي مصدره إيران بأنه يشكل تهديدا خطيرا للأمن القوم الأمريكي والاستقرار الاقتصادي بحسب تعبيره طلبت الأرجنتين من الانتربو لاعتقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي على خلفية التفجير الذي استهدف مركزا للجالية اليهودية في العاصمة بوينس آيرس عام 1994 وكانت أيضا قد أدى ذلك وقتها إلى مقتل 85 شخصا بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأرجنتينية هذا اليوم وقالت الوزارة في بيان لها أن الوزير وحيد هو جزء من وفد إيراني يزور حاليا باكستان وسرلنكا وقد أصدر الانتربول انذارا أحمر لاعتقاله بناء على طلب الأرجنتين حيث طلبت بوينس آيرس من حكومتي باكستان وسرلنكا توقيف الوزير الإيراني وتسليمه مائية إذن تدعيات الهجوم الذي استهدف مركزا للجالية اليهودية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس عام 1994 الذي أدى وقتها إلى مقتل 85 شخصا لم تنتهي تدعياتها بعد الجديد هذه المرة مطالبة الأرجنتين الانتربول الدولي اعتقال المسؤولين عن تفجير مركز آميا اليهودي من بينهم توقيف وزير الداخلية الإيراني الحالي أحمد وحيدي باعتباره أحد المسؤولين عن الهجوم وحين وقع اعتداء بوينس آيرس كان وحيدي قائدا لفيلق القدس ووحدة العمليات السرية في الحرس الثوري الإيراني وحاليا وحيدي يشغل منصب وزير الداخلية منذ عام 2021 وعندما قدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أسماء الوزراء المرشحين في حكومته في واحد في 2021 ومن بينهم اسم وحيدي أدانت بوينس آيرس الخطوة وحذرت من خطورتها ووحيدي اسمه موجود على الموقع الرسمي للانتربول منذ عام 2007 إلى جانب أسماء أخرى مطلوبين في قضية تفجير المركز اليهودي في الأرجنتين وآخر المعطيات بشأن الهجوم على المركز اليهودي في بوينس آيرس قضت أعلى محكمة جينائية في الأرجنتين خلال هذا الشهر بأن إيران خططت لتفجير المركز اليهودي آميا في بوينس آيرس وأضافت المحكمة أن جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من طهران هي من نفذت الهجوم على المركز اليهودي أفادت شركة أمر الأمن البحري بأنها تلقت بلاغا بوقوع حادثة إلى الجنوب الغربي من مدينة عدن اليمنية جاء ذلك بعد تقارير عن إطلاق الحثيين صواريخ من محافظة إب اليمنية قال القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي لشفق نيوز إن نتائج التحقيق بشأن الانفجار في معسكر كالسو بمحافظة بابل ناقصة وأضاف الهلالي أنه لم يتم الكشف ما إن كان الانفجار عرضيا أم إنه ناتج عن سوء التخزين أو إن كان هناك عمل متعمد معتبرا أن التقير لم يجب على كل هذه التساؤلات وأن هناك غموضا في التقرير المعلن وقد أصدرت اللجنة الفنية العليا المكلفة بالتحقيق في حادثة معسكر كالسو بأن التحقيقات أظهرت أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الانفجار بتأثير صاروخ أو عدة صواريخ محمولة جوا التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القوم الإيراني علي أكبر أحمديان مع مستشار الأمن القوم العراقي قاسم الأعرجي بحسب وكالة أنباء إيرانية محلية وخلال استعراض عملية تنفيذ الاتفاقية الأمنية الإيرانية العراقية اتفق أحمديان والأعرجي على عقد اجتماع اللجان الفرعية للاتفاقية في أقرب وقت ممكن وقد وصف الأعرجي علاقات العراق مع إيران بالاستراتيجية وأكد على تنفيذ قرار برلمان العراق المتعلق بطرد القوات العسكرية التابعة للتحالف الأمريكي أكد القائم بأعمال السفارة العراقية في سوريا ياسين الحجيمي أن بغداد ودمشق ترفضان أن تكون ساحتين لصراع دول وأطراف أخرى في المنطقة وقد تعرضت بعض المواقع في سوريا والعراق لعمليات قصف متكررة من جانب إسرائيل والولايات المتحدة منذ بدء الحرب في قطاع غزة وأكد القائم بأعمال سفير العراق في سوريا أن تصعيد الصراع الإيراني الإسرائيلي على الأرض السورية أو العراقية هو أمر غير مرغوب فيه ومن غير المقبول أن تكون البلدان ساحة لصراع دول أخرى تصعيد الصراع الإيراني الإسرائيلي على الأرض السورية أو الأرض العراقية هو أمر غير مرغوب فيه وغير مقبول أن تكون ساحة بلدينه هو ساحة لصراع دول أخرى وكذلك الدستور العراقي يرفض أن تكون ساحة العراق ساحة لشن هجمات على الدول المجاورة أو الدول الإقليمية وعدم التدخل بسيادة الدول الصراع الموجود على الساحة له أضرار كبيرة على البنية التحتية في البلدان على سلامة الشعوب على سلامة المواطنين لا ننسى أن في البلدين يوجد مفاعلات نووية قد يكون لها تأثير على سلامة الشعوب معي مباشرة من العاصمة الأردنية أعمان المحلل السياسي والأمنية العراقي رعد هاشم سيد رعد أهل ومرحبا بحضرتك على شاشة الحدث لربما تسائل تساؤل مهم في هذه الخانة الاتفاقية الأمنية بين العراقيين والإيرانيين تنص على موضوع وجود المعارضة الإيرانية في العراق والانسحاب من الحدود المجتركة ما علاقة الوجود الأمريكي في العراق بهذه الاتفاقية الأمنية تحية طيبة لكم المتابعين الكرام دائما يحصل هذا الربط الجدلي ما بين الاتفاقية الأمنية الإيرانية وعلاقتها بالتواجد الأمريكي كأن إيران هي تفرض هذه الرؤية وتفرض حتى طرحها بحيث بات من ضمن كليشة التعليق العراقي الرسمي دائما ما يكون التأكيد على موضوع التواجد الأمريكي ربما حتى موضوع الترحم على قتل المطار ربما قضايا مطاردة الفاعلين هذه باتت كلائش شبهم رسمية أو يفترض أن تتواجد أو تطرح من قبل أي مسؤول أو بيان عراقي بالشراكة مع الإيرانيين هم يريدوا كذلك وإلا في مؤتمر ولقاء في روسيا ما الذي يستدعي طرح مثل هكذا موضوعات ويعلم السيد الأعراجي قبل غيره أن مفاوضات واشنطن أسفرت عن اتفاقيات كثيرة للتعاون والتنسيق وحتى آخر شيء السيد وزير الدفاع قبل قليل إذا سمحتني فقط الداخل مع قليل هذا التصريح ليس جديدا بالمناسبة لكن متحدث عسكري عراقي يقول بأنه لا توجد قواعد عسكرية أمريكية في العراق ولكن يوجد هناك مستشار هذا بحسب ما قال وأيضا أضاف بأن هناك التزاما من الجميع بعدم استهداف المستشارين الدوليين في البلاد هل إيران تريد حتى يعني انسحاب ومغادرة هؤلاء المستشارين العسكريين الأمريكيين من العراق هل هذا الأمر أيضا يغضب الإيرانيين نعم على ما يبدو أنها لا تريد يعني هو الشعار الواضح أنه لا توجد أو التصريح الواضح أنه لا توجد قوات قتالية لكنهم يصرون على تأكيد أنه توجد هذه القوات يجب أن تغادر سواء بقرار البرلمان العراقي وتصويته أم بالضغط على هذا الأمر لكن هي مجرد محاولة استفزاز حقيقة هو إعاقة للمفاوض العراقي إعاقة للموقف الرسمي العراقي هي كانت قبل زيارة الرئيس السوداني إلى واشنطن كانت تضغط وتحث على أنه يجب أن يخرج الأمريكان بكامل صنوفهم ومسمياتهم رغم التوضيحات العراقية الرسمية لإيران ولغير إيران أنه هناك قوات استشارية متفق عليها في الإطار في اتفاقية الإطار المشترك لذلك هذا التحريض الإيراني دائما هو في إطار سياق الاستفزازات الواضحة وهي لا تريد أي تواجد غير تواجد الحرس الثوري في العراق حتى القائم كيف ينسجم كل ذلك يا أستاذ رعد إذا سمحت لي كيف ينسجم كل ذلك مع تصريحات القائم بأعمال السفارة العراقية بسوريا حين يقول أنه بغداد ودمشق ترفضان أن تكون ساحتين لصراع دول وأطراف أخرى وفي الوقت ذاته رأينا أنه الموقف العراقي الرسمي يعني تحدث عن أهمية وجود الوجود الأمريكي اليوم في العراق وعدم الحديث عن طرد أو انسحاب القوات الأمريكية من هناك يعني هو تصريح رسمي يبدو ومنمق جيدا ومعتمد يبدو لدى الحكومة العراقية لكن كان الأجداء أيضا أنه يوضح أنه وعدم استغلال الأراضي السورية والعراقية لإيران ولميليشياتها في استفزاز دول الجوار أيضا أليس هذا العدل يعني طرحا عادلا أن يكون بالمقابل تكمل العبارات التي قالها ولو ما نريد أن نقول للرجل يعني هذه مساحة تصريحة لهذا الحد أنه يقول وكذلك الميليشيات والفصائل التابعة لإيران وهي طبعا معظمها قد غادرت من إيران بالمناسبة أضيف لك إياها وأضيفت لها كتائب حزب الله ربما تقيم الآن تقيم بمناورات هناك سواء اللبناني ولا العراقي حلت كأنه بديلا قوات نخبة من الكتائب حلت بديلا عن هؤلاء الإيرانيين الذين أجبنوا وخافوا وانسحبوا أمام ضربات إسرائيل لذلك الأجداء أن نقول أنه لا ميليشيات إيرانية في كل الجهتين أو الساحتين حتى نضمن أنه لا يستفز هذا الطرف أو ذاك هذا الجهة الإقليمية أو تلك ونبعد الشرع عن كل المنطقة بحكمة وعقل وتروي طب أيضا بحسب الاتفاقية الأمنية يعني أستاذ راعد الموضوع يشمل حماية العراق وأيضا حماية إيران أين الالتزامات الإيرانية مثلا بما يتعلق بإقليم كردستان إقليم كردستان جزء من الأرض العراقية وتتعرض القواعد هناك أو بعض المقار للهجوم من كثير من الميليشيات أو الجهات المسلحة يعني إيران يبدو عدها سياسة التدليس لأنه باتت تصور ضرباتها على كردستان وعلى أربيل بالذات باتت تصورها على أنه يعني هي خطوة عفوا صحة باتجاه حماية العراق الله يسلمك فهذه القضية تثير حفيظة العراقية رح أخلي حضرتك تشرب مي وترتاح وشكرا جزيلا على هذه المداخلة الله أعطيك ألف عافية من عمان المحلل السياسي والأمن العراقي رعد هاشم شكرا جزيلا لحضرتك بعد أيام من موافقة مجلس النواب الأغلبية عليه وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون مكافحة الكيبتاجون 2 الذي يدعو إلى تعطيل وتفكيك شبكات المخدرات المرتبطة بدمشق على أن يمرر خلال الساعات المقبلة للرئيس جو بايدن للتوقيع عليه وليتحول إلى قانون نافذ وواجب التطبيق ويهدف القانون إلى منح الحكومة الأمريكية صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة دمشق وحزب الله وشبكاتهما وجميع من ينشط أو ينخرط في التجار بالمخدرات وحبوب الكيبتاجون أو حتى يعمل على تصنيعها وتهريبها من أي جنسية كان وافق القانون يتوجب على إدارة بايدن النظر والبط كذلك بفرض عقوبات على عدة شخصيات مرتبطة بإنتاج وتهريب الكيبتاجون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر في حين اعتبر موقع الحكومة البريطانية أن نحو ثمانين بالمئة من إمدادات العالم من الكيبتاجون يتم إنتاجها في سوريا متهما الجيش السوري بتسهيل وتوزيع وإنتاج المخدرات عبر القائد فيه ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري وأكد الموقع أن تجارة المخدرات من أو هي شريان الحياة المالي للسلطات في دمشق الذي يصدر شحنات بمئات المليارات من الدولارات عبر ميناء اللاذقية اشتركوا في القناة قال المتحدث الرسمي باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن تزويد كييف بحزمة جديدة من السلاح الغربي لن يلعب دورا لصالح أوكرانيا في خطوط المواجهات وأضاف أن موسكو حققت مكاسب كبيرة في ساحة المعركة تمكنت من الاستلاء على أجزاء إضافية من الأراضي الأوكرانية موسكو تصف مساعدة واشنطن العسكرية لأوكرانيا بعملية صب الزيت على النار وتؤكد أنها لن تغير الوضع على أرض الميدان معلنة أن السلاح الغربي الجديد سيؤدي إلى مقتل عدد أكبر من الأوكرانيين والذي وصل إلى نصف مليون عسكري أوكراني منذ بدء العملية العسكرية وفق وزير الدفاع الروسي سرغي شيغو الذي أعلن أن روسيا مستمرة في إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية وأن جيش البلاد مستمر في أداء المهمات المكلة إليه حتى تحقيق أهداف العملية الخاصة الكريملين حسب ما يقول أن هذه الحزمة الجديدة من المساعدات كانت متوقعة على خلفية الصراع الدائر منذ أكثر من عامين وقد لا تكون الأخيرة حسب ما يرى كثيرون من صناع القرار في موسكو خاصة مع إعلان وزارة دفاع الأخيرة عزمها على تكثيف الضربات على المراكز اللوجستية الأوكرانية ومراكز تخزين الأسلحة الغربية فيها فرضت واشنطن عقوبات على سبعة من قادة ما يسمى بتنظيم نصرة الإسلام والمسلمين والمرابطون وهي جماعة موالية لتنظيم القاعدة وكان ذلك بسبب احتجازهم رهائنة بينهم أمريكيون وذلك في غرب إفريقيا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين كان قد قال إن الولايات المتحدة لن تتردد في استخدام ما تمتلك من أدوات لإعادة المواطنين والمحتجزين والحقول دون احتجاز آخرين في المستقبل بدورها فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على اثنين من قادة ما يسمى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في مالي وبوركينا فاسو متهمة أحدهما بالمسؤولية عن احتجاز مواطن أمريكي وقد قال براين نيلسون وكيل الوزارة وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية قال إن تلك الجماعة تعتمد على أخذ الرهائن والاحتجاز وذلك من أجل كسب النفوذ وبث الخوف بحسب قوله ترجمة نانسي قنقر تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها وإيضا بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الحدث دوت نات للاطلاع على المزيد من الأخبار راشد دلول تلقاكم على رأس الساعة المقبلة ابقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة